الله أكبر الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين علي ولي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم صدق الله العلي العظيم كم من الناس تعرفون سجنوا أو استحقوا القاتل والإعدام بسبب غضب الجرائم التي ترتكب بسبب غضب الشخص كم هي خارج عن الحدود لكثرتها الآثار السيئة التي تترتب على غضب كم هي لا يمكن للبشر أصلا أن يحصيها لكثرتها هذا يهون هذا السهل الأخطر من ذلك كم من الناس تعرفون استحقوا نار جهنم بسبب الغضب أيضا خارج عن الإحصال لكثرتها في الأسبوع الماضي توقفنا عند بعد واحد لنصيحة النبي صلى الله عليه وآله التي ركز رسول الله صلى الله عليه وآله على هذه النصيحة وهي كلمتان قال لا تغضب تأكيد النبي صلى الله عليه وآله على هذه النصيحة في مواقف عديدة لأشخاص مختلفين دليل واضح على أهمية هذه النصيحة ناهيك عن أن أهمية هذه النصيحة بديهية أصلا ربما لا تخفى على شخص واحد من عقلاء العالم ترك الغضب شيء نافع نفعا كبيرا فلاش ملاحظة النبي صلى الله عليه وآله في هذه النصيحة العظيمة لم يقل لم يقل لا تظهر غضبك لم يقل لا تمشي وراء غضبك بل قال لا تغضب يعني ليس المطلوب التغيير في السلوك فقط المطلوب التغيير في الداخل التغيير في النفس لا أنك لا أنك تغضب ولكن تحاول أن لا تمشي طبق غضبك لا النبي صلى الله عليه وآله قال لا تغضب في الداخل غير الداخل غير النفس السؤال السؤال الأهم في هذه القضية في هذه النصيحة كيف يمكن ضبط القوة الغضبية بحيث لا نغضب بعبارة أخرى كيف تكون هذه القوة تحت سيطرة الإنسان متى ما كان الأمر إلهيا دينيا يغضب ومتى ما كان الأمر شخصيا دنيويا يتمكن أن يضبط غضبه أن لا يغضب كيف يمكن هذه النصيحة النبوية صلى الله عليه على رسول الله وعلى آله الطاهرين كيف يمكن تحقيقها كيف يمكن تطبيقها هناك أصناف من المؤثرات التي تؤثر في تحقيقه هذه النصيحة العظيمة هناك أمور تكبح كوابح للقوة الغضبية كثير منكم تعرفون بعض ما يرتبط بميكانيكية السيارة هناك قطع أجزاء بالغة الأهمية في كل سيارة تسمى المكابح أو لعلها تسمى أيضا الفرامل لعله المكابح المكابح هي المسؤولة عن توقيف السيارة أو تخفيف سرعة السيارة متى ما شاء القائد قائد السيارة وفي الأخطار هذه المكابح هي أهم شيء في السيارة ليست من الأهم أهم شيء ما هي مكابح القوة الغضبية والتعبير الأصح الكوابع ما هي الكوابح للقوة الغضبية الأمور التي تكبح الأمور التي تتمكن بها أن توقف الغضب تنسف الغضب كليا أو تخفف الغضب الكوابح أصناف كوابح تربوية لا علينا الآن بها كوابح فكرية كوابح نفسية كوابح عملية إشارة إلى بعضها أولا الكوابح الفكرية الكوابح الفكرية يعني ماذا يعني الأمور التي تصنع الفكر الأمور التي توصلك إلى قناعة بلزوم ضبط القوة الغضبية بأن هذا الشيء ضروري الأمور الفكرية في قضايا داخلية شهوانية غضبية ليست ليست هي المؤثر الأكبر ولكن لها تأثير كبير تغيير الفكر ما هي الكوابح الفكرية للقوة الغضبية أمور كثيرة أشير إلى نقطة واحدة التفكير التفكير يصنع الخلفية الفكرية المؤثرة قلت الفكر القناعة العقلية ليست هي المؤثر الأكبر في القضايا النفسية في الشهوات في الغضب ولكن لها تأثير كبير التفكير التفكير في مضار الغضب التفكير في أن الغضب السلاح قوي للشيطان يغوي الإنسان به يأخذ الإنسان به إذا سقط الإنسان في الغضب ثم بعد ذلك انتهى الغضب يفكر الشيطان تمكن مني الشيطان سخر بي الشيطان ضحك علي حتى لو حدث مثل ذلك للإنسان مرة أخرى بدايات الغضب لا عندما يصل الإنسان إلى الانفجار عند ذلك أصلاً لا يفهم شيئاً لا يتمكن أن يضبط نفسه أصلاً والعياذ بالله لا عندما تبدو بوادر غضبية تذكر أن الشيطان واقف أمامك يضحك عليك يستهزئ بك يسخر من عقلك يقول أنت ضعيف العقل يقول أنا تمكنت أن أركب على قلبك مرة أخرى سأركب على قلبك أجعلك مطية لي هذا واقع الغضب الغضب الدنيوي الشخصي التفكير في هذا الشيء الإنسان يصبح مطية للشيطان مركوب للشيطان هذا واقع الغضب التفكير في أنني أرغب وأحتاج وأطلب كف الله عز وجل غضبه عني مع أني أستحق الغضب الإنسان يستحق الغضب بعصيانه يستحق غضب الله عز وجل أنا أطلب أتوقع أحتاج إلى كف الله غضبه عني وأنا لا أكف غضبي عن الناس أنا أولى به خطأي مع الله خطأ كبير خطأ الناس معي ليس بهذا الحاج مهما كان أنا في الأخطاء الكبيرة أتوقع كف الغضب عني وفي الأخطاء الصغيرة لا أكف غضبي عن الناس التفكير في أن الغضب يبعد الناس عنك ويبعد 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 إلى أن ينزوي الإنسان عادة الإنسان الكثير الغضب الشديد الغضب شبه منزوي حتى لو كان يعيش بين الناس شبه منزوي وإذن زوى الإنسان عن المجتمع الخاسر هو المجتمع لا يخسر لأن في المجتمع يوجد من هو أحسن منه عموما إلا في الأندر من النادر قمة عظماء البشر نعم إذن زوى أمثال هؤلاء المجتمع يخسر ولا عادة إذا زوى الإنسان عن المجتمع هو الخاسر والغضب ويجعل الناس يبتعدون من الإنسان طبيعة الإنسان هكذا أولا الكوابح الفكرية من أهمها التفكير ثانيا الكوابح النفسية الكوابح النفسية كثيرة وهي الأقوى تأثيرا من الكوابح الفكرية لأنها المشكلة أساسا في النفس أقول كلمة فقط في الكوابح النفسية برر فقط برر للناس افتح باب التبرير للناس على مصراعيه برر وبرر وبرر تبرير صحيح تبرير غلط برر للناس أنا ليس كلامي عن معاص الناس لله سبحانه وتعالى مخالفة الناس لله سبحانه وتعالى حاشا أصلا لا تبرر الذنب لا تبرر له أبدا ليس كلامي عن تبرير مواقف الناس بعضهم تجاه بعض لا برر المواقف للناس تجاهك المشاكل التي تحصل بين الناس وبينك برر لهم برر ألف تبرير تبرير صحيح مقنع تبرير غير صحيح غير مقنع برر زوجتك آذيتك قل لعلها كانت تعبانة قل ظروفها العاطفية أثرت قل لعلها محقة لا تقتنع بأنها محقة قل لعلها محقة لا تقتنع مرة ثالثة قل برر البعض العجيب هذا حقا عجيب يغضب من الأطفال هذا سبحان الله شيء جدا عجيب يا أخي هذا طفل طفل عمره ثلاث سنوات أربع سنوات خمس سنوات سبع سنوات يغضب يغضب غضبا حقيقيا يعني في داخله يغلي من ماذا؟ من طفل ماذا يتوقع من الطفل؟ يعني ما أتمكن أن أبرر لطفل؟ لاحظوا الشيطان كيف يركب على قلب الإنسان؟ طفل يا أخي طفل الطفل لو قتل قتل لو قتل إنسانا معذور طفل في بدايات عمره سنتين ثلاث سنوات يغضب عليه طفل ثلاث سنوات يدرك أصلا شيئا من الحياة لاحظوا الإنسان إلى أين يصل؟ لا أقول برر للطفل أقول برر للكبار برر لمن سبك برر لمن آذاك ولا تفكر ولا تتوقع أن تكون أنت المحق دائمة مشكلة الغضب إحدى مشاكل الغضب هذه أرى نفسي محقا والطرف الآخر مبضل فأغضب كم مرة ثبت لنا أننا كنا على خطأ كبير المشكلة ليست يعني المشكلة الكبرى ليست في أنني أخطأ المشكلة القبيح على الإنسان المشكلة السيئة القبيح على الإنسان ما هو؟ القبيح على الإنسان هو أن يخطأ ويغضب لخطأه أفكر إذا بررت للآخرين شيئا فشيئا في موارد الغضب أتذكر لعلي أكون مخطأا لعل زوجتي صادقة محقة لعل أخي صديقي زميلي محقة الكوابح الفكرية التفكير الكوابح النفسية التبرير ثالثا الكوابح العملية كثيرة من جملتها أولا غير حالتك غضبت وأنت واقف أجلس غضبت وأنت جالس استلقى على ظهرك أقرأ لكم حديثا موجزا مختصرا عن الأمام أبي جعفر الباقر صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل غضب على قوم وهو قائم فليجلس فليجلس بعد نصف ساعة لا فليجلس من فوره ذلك فورا ليجلس فإنه سيذهب عنه رجز الشيطان ولعل العبارة فإنه سيذهب عنه رجز الشيطان يذهب ذلك الجلوس في الاحتمالان وأيما رجل غضب على ذي رحم فليدن منه فليمسه فإن الرحم إذا مست سكنت يذهب إلى يصافحه هذا تأثير لعله غيبي للرحم غير حالتك من حالة إلى حالة أخرى غير مكانك صار خلاف شدة بينك وبين زوجتك مثلاً في غرفة النوم اذهب إلى الصالة افعل فعلاً آخر اذهب اغسل وجهك اشرب ماء كل شيئاً غير حالتك هذا أولاً من الكوابح العملية ثانياً التسويف ما أعظمه من مؤثر من كابح للقوة الغضبية التسويف يعني ماذا؟ يعني الآن غضبت أردت أن تسب الطرف مثلاً شخص سبك غضبت أردت أن تسبه فكر مع نفسك قل أنا سأسبه أسبه بعد خمس دقائق أنت حي هو حي لا هو شرد لا شيء هو موجود عندك بدل أن تسبه الآن سبه بعد خمس دقائق يحصل شيء؟ لا غضبت أردت أن تضرب قل مع نفسك سأضربه بعد نصف ساعة موجود هو أنت حي هو حي اذهب بعد نصف ساعة اضربه أخر سوف عجيب هذا إخواني بالضبط مثل قيادة السيارة حسب تعبير الناس سياقة السيارة أحياناً القضية بلحظة الكوابح إذا ما عملت في ثانية الإنسان يذهب أحياناً هكذا بينه وبين الحادث ثانية هي الثانية تنقذ أحياناً الكوابح النفسية هكذا هو مجرد تأخير مجرد أن تؤخر أنت هذا التصرف السيء لثواني أحياناً تهدأ لا أقول أحياناً قليلاً خمسين بالمئة أخر الشيء خمس دقائق في خمسين بالمئة من الحالات سوف لا تفعل هذا الشيء بعد خمس دقائق تقتنع بأنه ما كان من الصالح الكوابح العملية أولاً التغيير تغيير المكان أو تغيير الحالة ثانياً التسويف ثالثاً التصنع هذا الذي بعض الناس يسميه نفاقاً هذا ليس نفاقاً تصنع الأعمال الحسنة شيء حسن مأمور به في الروايات الشريفة شخص غير شجاع ليتصنع أنه شجاع يظهر نفسه شجاعاً بصعوبة شيئاً في شيئاً يصبح شجاعاً حقيقتان أحد العظماء شخصية مشهورة جداً هو كاتب في كتابه في مذكراته شخصية إلا علها غير مسلمة إلا علها البعض يقولون أسلم وأتشيع شخصية مشهورة هو كاتب في كتابه أنا كنت جباناً إلى حد أخاف أن أدخل إلى مكان في دارنا أن أدخل إلى مكان مظلم في دارنا في غرفة غرفة مظلمة أخاف هكذا كنت جباناً ثم يقول علمتني أمي طريقة معينة شيئاً فشيئاً أصبح شجاعاً استثنائياً أصلاً يقال يكتب عنه أنه كان يذهب أحياناً إلى الغابات بوحده غابة غابة فيها أسود فيها حيوانات مفترسة كان يذهب إلى الغابة وحده من دون سلاح بعصر يعني أصبح أصلاً إفراطياً في الشجاعة التصنع تتلبس ملابس الصالحين هذا شيء حسن لا تتمكن أن تكون صالحاً تشبه بالصالحين شخص بخيل يريد أن يصبح جواداً معطاءاً ليتصنع يضغط على نفسه أحياناً يبدي كأنه جواد شيئاً فشيئاً يصبح جواده البكاء على المولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام يجب دخول الجنة في الروايات الشريفة التباكي على الإمام الحسين يجب الجنة يجب دخول الجنة تباكي يعني ماذا؟ يعني الشخص لا يتمكن أن يبكي لا تنزل دمعته يظهر نفسه كأنه يبكي هذا شيء حسن من جملة الأشياء؟ الحلم شخص سريع الغضب يريد أن يكون حليماً تحلم تصنع الحلم في الحديث الشريف عن المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لعله هذا نص الحديث الشريف في نهج البلاغة إن لم تكن حليماً فتحلم فإنه قل أن يتشبه مضمون الرواية الشريفة أن يتشبه شخص بقوم إلا وأوشك أن يكون منهم أو لعل العبارة قل من تشبه بقوم إلا أوشك أن يكون منهم تشبه بقوم تشبه بالحليم تصنع الحلم هذا ثالث من الكوابح العملية النقطة الأخيرة الكابح العملي الأخير إخواني كل ما قلته انسوه فقط تذكروا هذه النقطة الأخيرة تكفي عمل كم هو مهم كبح القوة الغضبية أن لا يغضب الإنسان كم هو مهم مهم جدا هذا الشيء سهل جدا جدا من أسهل الأمور أصلا ما هو خذ ورقة أكتب على هذه الورقة عبارات أقول لكم العبارات واجعل هذه الورقة في مكان تنظر إليه أو تنظر إلى هذه الورقة تنظر إليها في اليوم مرة على الأقل في مكان محل ترددك محل استقرارك على طاولة عملك مثلا ماذا تكتب على هذه الورقة ما نشيث كبير في الورقة أكتب أكتب لا تغضب نصيحة النبي صلى الله عليه وآله هذه الكلمة فقط لا تغضب تحت هذه الكلمة أكتب أربع نقاط خمس نقاط مما يرتبط بطريقة كبت كبح منع الغضب مما ذكرته لكم بعضها مثلا اقتراحي أنا كمثال أكتب واحد الغضب سلاح الشيطان ضدي اثنان لست على حق دائما ثلاثة لعل الطرف الآخر معذور أربعة غير حالتك خمسة لا تستعجل انتظر خمس دقائق مثلا أو غير ذلك فوق بمانشت كبير اكتب لا تغضب نصيحة النبي صلى الله عليه وآله هذه تحت هذه الكلمة بخط عادي اكتب بعض الأمور المؤثرة اجعل هذه الورقة أمامك في مكان على الأقل تطلع على هذه الكتابة على الأقل في اليوم مرة اجعل هذه الورقة لمدة شهر شهرين سهل الأمر سهل أم صعب من أسهل ما يقوم ورقة في مكان معي بعد أسبوع لا أقول بعد الشهر بعد أسبوع سترى الفرق في حياتك في تأثيرك في قوتك على السلطة على الغضب كلامنا ليس عن الغضب الإلهي الغضب لله الغضب في الله الغضب الديني ذاك محبوب أحياناً واجب الكلام عن الغضب الشخصي أختم هذه الكلمة هذه النصيحة من النبي صلى الله عليه وعليه روايات عديدة في مواقف عديدة قال رجلاً للنبي صلى الله عليه وعليه يا رسول الله علمني قال صلى الله عليه وعليه اذهب ولا تغضب الرجل يبدو كان صاحب لب صاحب عقل صاحب فهم كلمة عظيمة لا تغضب كلمة ليست هينة فقال الرجل قد اكتفيت بذلك كافي خلاص نصيحة كافية فمضى إلى أهله فإذا بين قومه حرب قد قاموا صفوفاً ولبسوا السلاح مشاكل التي كانت تحدث في تلك العصور بسبب ناقة بسبب سيف بسبب كذا هذا سرق من ذاك تحدث حرب وناس يذهبون طبعاً الآن أيضاً كذلك ولكن الشكل مختلف أيضاً لتوافع تحدث حروب بين حكومات على قضايا التافع على اللعبة على غير ذلك لا علينا فمضى إلى أهله فإذا بين قومه حرب قد قاموا صفوفاً ولبسوا السلاح فلما رأى ذلك لبس سلاحه هو أيضاً مصطف مع قومه طبعاً هو أيضاً لبس السلاح فلما رأى ذلك لبس سلاحه ثم قام معهم ثم ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله لا تغضب فرمى السلاح ثم جاء يمشي إلى القوم الذين هم عدو قومه فقال يا هؤلاء ما كانت لكم من جراحة أو قتل أو ضرب ليس فيه أثر فعلي في مالي عاقل إذا حدثت حروب إذا حدثت حارب المال يذهب النفوس أيضاً تذهب نختصر القضية بذهاب المال عندك حق حقوقك عندي أنا أعطيها لكم أقابلها بالمال أحسن ما كانت لكم من جراحة أو قتل أو ضرب ليس فيه أثر حتى الضرب الذي ليس فيه أثر ضرب خفيف أعطيهك فعلي في مالي أنا أوفيكموه وفاء إيفاء الشيء إعطاءه الحق تماماً إيفاء هذا يسموه إيفاء أنا أوفيكموه أنا أعطيكم يبدو في الطرف الآخر أيضاً كان واحد عاقل واحد فاهم فقال القوم فما كان فهو لكم خلاص إذا هم كان شيء لنا حق في أموالكم عندكم فهو لكم وهبناه أسقطناه عنكم فما كان فهو لكم نحن أولى بذلك منكم قال يعني قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام فاصطلح القوم وذهب الغضب الله يسمى الله وعلا وعلا ممكن ضبط القوة الغضبية ممكن البشر قدراته كبيرة كوابح فكرية الأهم كوابح نفسية الأهم لعله كوابح عملية اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدية آل محمد اللهم حلنا بحلية الصالحين وألبسنا زينة المتقين ولا تفرق بيننا وبين الطيبين الطاهرين بحق محمد وآله الأطيبين الأطهرين اللهم بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدية آل محمد اشتركوا في القناة